الشيخنا سمعت قبل فترة محاضرة للشيخ أحمد الوائلي يتكلم فيها عن التطبير ويقول خاصة التطبير في بلاد الغرب في لندن أن يعطي صورة سلبية للإسلام لأن الغربيين إذا رأوا الدماء في الشوارع تسير يقولون هذا هو إسلام الدم وهذا وقال الفاض يعني أن ممكن لتطبعون هذين جميعا نرميهم في البالوعة على حد غولة وهم استشكل على التشبيه أن إذا بعض المؤمنين يركبون على حصان تشبيه في الإمام زين العابدين أو الإمام الحسين وهم يسوون تشبيه في الهايد بار كم استشكل على هذا الشيء فما رأيكم في هذا الموضوع يعني أظن أنه من الواضح أنه نحن كشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نأخذ أحكامنا منهم ومن فقهائهم العدول الذين اجتمعت فيهم شرائط الفتية ولا نأخذ أحكامنا من المتردية والنطيحة حتى وإن بلغوا من الشهرة ما بلغوا بسبب حناجرهم مثل هذه التعابير السوقية أنه نرميهم في البواليع أو شيء من هذا القبيل دلالة على مدى الضحالة التي يعيشها مثل هذا الشخص وسبق مننا التنبيه أكثر من مرة على أن ليس هناك بحسب تتبعنا فقيه معتبر يعني تسلم له الحوزات العلمية بالفقاهة والاجتهاد حرم التطبير أو أي من الشعائر الحسينية المتعارفة ليس هناك الموجود فتاوى وأقوال وعبارات أفراد تقمصوا دور المرجعية والدعو والاجتهاد دون أن تعترف بهم الحوزات العلمية أفراد جاءوا وأعلنتهم السياسة والأحزاب مراجع وفقهاء وقادة لهذه الأمة وولاة لأمورها أما مرجع مرجع مسلم به لا تجد في تاريخ التشيع من حرم شيئا من الشعائر الحسينية وبالذات شعيرة التطبير المقدسة وسبق منا أيضا التنبيه على أنه هذا الرجل الذي نقلتم عنه كلامه يعني ليس موردا لأن يحتج به أصلا لأنه منحرف العقيدة بتري جهارا نهارا على الملأ عاد مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها وترضى على قاتليها أبي بكر وعمر وقال عنهما وصفهما بالخليفتين فأقر بشرعية خلافتيهما وثم ترحم عليهما وقال رضوان الله تعالى عليهما فهذا ليس رجلا نأخذ منه ديننا أهل البيت الذين كان لهم موقف شرعي مبدئي أساسي تجاه الطاغية أبي بكر والطاغية عمر أهل البيت الذين قالوا لا يقبل الله عمل من مضمون الرواية لا يصعد عمل ذلك الرجل الذي يعتقد بأبي بكر وعمر أو يرى لهما في الإسلام نصيبة كما في الرواية الرواية هكذا تقول أنه ثلاثة لا يصعد الله لا يصعد لهم عمل إلى السماء من جحد إماما من الله ومن جعل إماما لم يجعله الله ومن زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب أهل البيت الذين قالوا لو أن جبرائيل وميكائيل كان في قلبيهما ذرة من محبة أبي بكر وعمر لأكبهم الله على من خريهما في النار هذا قول أهل البيت فالذي يأتي ويناقض قول أهل البيت هذا خارج عن شيعة أهل البيت هذا بتري منحرف الذي يناقض موقف أهل البيت موقف الزهراء صلى الله عليه التي استشهدت وهي غاضبة بإجماع المسلمين على أبي بكر ويأتي هذا الرجل ويقول رضي الله عن أبي بكر إذن هو ليس من شيعة الزهراء ولا من أتباعها فكفاها قبحا هذه العقيدة له فكيف نأخذ منه أحكام ديننا وعلى يساس سيما مع مثل هذه التعابير السوقية التي تصدر منه تجاه المؤمنين ليت أنه استخدم مثل هذه التعابير تجاه أعداء الدين ليته كانت عنده جرأة لأن يقول أني أرمي أبا بكر وعمر في البواليع مثلا لا ليست عنده جرأة على قتلة الزهراء وإنما على شيعة الزهراء شيعة الحسين أنصار الحسين الحسينيين الذين يريدون أن يعبرون بدمائهم عن ولائهم وفدائهم لأبي عبد الله الحسين صلى الله عليه هؤلاء يتحامل عليهم ويطيل لسانه عليهم هذا نموذج لإنسان وقح أما بالنسبة إلى صلب يعني إشكاله فهذا إشكال الجاهل والجاهل جهلا مركبا أيضا لماذا الآن نحن نعيش في الغرب هاي الكم سنة اللي موجودين ونرى في كل عام كيف أنه شعائر التطبير وإسالة الدماء تجري ونلاحظ أيضا بعضا من الإنجليز وموظفي الصحة يأتون والشرطة البريطانية ويشاهدون ولم نسمع واحدا من هؤلاء قال كلمة سلبية واحدة على هذه الشعار وأتذكر في تلك السنة التي يعني بعدما طبرت وكنت يعني مرهق طوال الليل فسقط يعني كنت تعب يعني كنت تعب فحملوني إلى الإسعاف وبعد العلاج وكذا دار حديث يعني مع المسعفين البريطانيين فسألهم أحد الأخوة اللي كان مرافق لي أنه ما هو رأيكم يعني في هذه الممارسة فأثنى أو أنه بالنتيجة قدر الأمر قال أو شيء من هالقبيل أو نحترم هذا المعتقد وطريقة تعبيركم عن هذا الأمر لأنه حتى النصارى عندهم شيء من شعائر إسالة الدماء فيما يسمى بأسبوع الآلام فعلى أساس هذا الرجل يقول بأنه هذا الأمر يسبب تنفيرا للغربيين والحال أنه لا يسبب لهم تنفيرا على من يقيس على من يقيس يعني الغربيين حينما يستوعبون لأن الغربيين كما ترى أناس عقلاء مثقفين إجمالا فلما يستوعبون أنه هذه الحالة هي حالة قمة الاندماج الروحي في التعبير عن الولاء والفداء لشخصية مقدسة إنسان يريد أن يجرح نفسه لكي يعبر بأنه بدماء هذه أفديك يا سيدي شنو الإشكال في هذا الغربي العقلاء ينظرون إلى هذا هذا الأمر نظرة الإكبار والتبجيل لأنه الدم من أغلى ما يملكه الإنسان فأنت حينما تعبر بدمك يرتفع شأنك عند الآخرين أنا قلت كرارا في سواء في الأجوبة أو في المحاضرات أنه مسألة أو إشاعة أنه التطبير والشعائر تسبب تنفيرا عند الغربيين هذه كذبة كبرى لا أصل لها لا أصل لها غير صحيحة أصلا ما كو شيء من هذا القبيل نحن نشاهد ونحن نلمس يأتون ببعض الزعاطيط شباب الغربيين أو من أشبخوا هؤلاء يحتجون على كل الإسلام بكل شعائره بكل أحكامه هؤلاء يستهزئون بالمرأة المحجبة شون يعني هؤلاء نأخذهم مقياسا أم نأخذ العقلاء منهم مقياسا هاتي لي أكاديميا غربيا أستاذ جامعة أستاذ في علم النفس أستاذ في علم الاجتماع أستاذ في علم الموتولوجيا أستاذ في هذا في هذه المباحث وإعرض عليه هذه مسألة التطبير والشعائر سالة الدماء ومواساة الحسين عليه السلام وبين له فلسفة هذا الأمر وانظر كيف يقيم نحن جربنا هذا الأمر أيام موجودنا في الكويت الأخوة أجروا مقابلة مع أحد أساتذة السوسيولوجي دكتور بوليس جوزيف الحلو اسمه أي بوليس جوزيف الحلو هو دكتور نصراني لبناني في جامعة نصرانية في لبنان فسؤل أنه ماذا تقول في التطبير ماذا تقول في هذه الممارسة فقال ما مضمون كلامه أنه هذه من أقوى الممارسات التي تستذكر الآلام وتنعكس على وجدان الإنسان شعور الإنسان فتنعكس بالتالي على أفعاله يعني يصبح مرتبطا بمنهج هذه الشخصية قال هذا أمر جيد وأثنى ثناء مطول الموجود المقابلة منشورة في مجلة المنبر بإمكان من شاء يطلع عليها فهؤلاء هم العقلاء ونحن إنما ننظر إلى العقلاء لا إلى السفلة حتى هم الذين يعني يقيمون يعني لا نذهب إلى سفلة الغربيين الذين يخرجون من الحانات ونقول لهم تعالوا قيموا لنا شعائرنا لا نفعل هذا وإنما نأخذ أصحاب الثقافة أصحاب العلم منهم حتى نجعل هؤلاء إذا استفتيتهم إذا راجعتهم يقدرون ما تصنعه وأنت من شعائر يحترمون ذلك كذلك الأمر بالنسبة إلى التشبيه بعد التشبيه شنو بي نمثل ما جرى في موقعة الطف تمثيل مسرحية شنو نشكه يعني عجيب هذا العداء حقيقة لهؤلاء المعقدين تجاه الشعائر الحسينية شنو الإشكال إنسان يمثل معركة الطف في الهايد بارك أو في غيرها من البساتين أو الساحات العامة في لندن وغير لندن شنو المشكلة هم يصنعون هذا أن تلاحظوا في بعض المناسباتهم هم يعني أكو مناسبات تاريخية عندهم حروب معينة بالفعل يأتون بخيول وأفراد يلبسون اللباس المحاربين وسيوف ورماح وبالنتيجة يبدأون بممارسات في الشوارع في ميادين عامة ويسموه أنه يوم سيرموني أو يوم مثلا معين الكلهم يحتشدون وينظرون ويعجبون بهذه ويستذكرون تلك الواقعة حوادث حروب البريطانية الفرنسية حروب كثيرة فما هي المشكلة في ذلك يعني لا 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 أتمكن من أن أفهم إلا العداء لمنهج سيد الشهداء صلوات الله يعني ما يكن تفسير آخر حالة أموية تعتمل في دماء هؤلاء سواء شعروا أم لم يشعروا فنحن علينا أن يعني نفهم الأمور على ما ينبغي يجب علينا أن نرجع إلى فقهائنا العدول نرجع إلى إمتنا صلواته الله يعني إذا أمتنا هم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله كان يوصينا بهذا العمل عليكم بالمنقذة قيل وما المنقذة يا رسول الله ضرب الرأس بالسيف على فتر من الأنف هاي المسافة شوف هاي فتر هذا من الإبهام إلى السبابة هاي مسافة فتر مثلا هاي شبر هاي فتر يسمى من طرف الأنف هكذا شوف وين يوصل على الربع الأول أو الثلث الأول من الرأس هذا مفيد للإنسان هذه حجامة ورسول الله سماها المنقذة وفي رواية أخرى المغيثة يعني تغيث من الأمراض تنقذ من الأمراض وهذا الأمر ثابت طبيا أنه هذه الحجامة من يحجم رأسه دائما ويطبر في كل عام هذا تبتعد عنه السكتة الدماغية تبتعد عنه الجلطات لأنه يخرج الدم الفاسد من الرأس ينق الرأس فهذا أمر جيد يعني ماذا نفعل هذا جزء من تراثنا يعني ماذا نفعل هم ثابت عندنا في مصادرنا ثابت في مصادر المخالفين جزء من تعاليمنا النبوية الشريفة الروح نهمله من أجل أنه على فرض خبل نفترض كل الغربيين ضد هذا الأمر شالين إحنا لكم دينكم وليدي أنا هذه ممارساتي هذه شعائري هذا ديني وأنا أعتز به أنت اللي في عقلك خلل اللي ما قادر تفهم مشأنها الغربيين كثير منهم يحتجون حتى على الحج يقولون هذا الحج ممارسات خرافية وكل الناس تجتمع على صخرة ترميها وتزعم أن الشيطان هناك وتذبح ملايين الخراف في كل سنة وهالأشياء ومرض وكذا وناس يقتلون في الحج تعلمون كل سنة الناس يموتون في الحج بسبب التدافع بسبب المشاكل نبطل الحج نبطل شعيرة الحج من أجل عيون هؤلاء مصححة هذا منهج خطأ هذا منهج انهزامي منهج فيه يعاني الإنسان فيه من عقدة نقص فلا نأخذ إحنا بأقوال أمثال يعني هؤلاء من المتردية والنطيح ترجمة نانسي قنقر